العراق وتركيا ينستيقان الجهود لاستكمال مراحل إنجاز طريق التنمية وزير النقل رزاق محابس يصل إسطنبول رفقة وفد متخصص للمشاركة في الاجتماع الوزاري الرابع والمتعلق بطريق التنمية التنسيق بين الفرق الفنية لدى البلدين الجارين يهدف لتسريع إنجاز البنية التحتية اللازمة للمشروع هذا الطريق أخذ بنظر الاعتبار تجنب الكثافة السكانية في العراق ابتعد قدر الإمكان عن مراكز السكان الطريق سوف يخلق مدن صناعية جديدة سوف يخلق مدن سكانية جديدة مع اكتمال عمليات التمهيد لإنشاء الطريقين السككي والبري يتزايد عدد الدول والشركات الراغبة بالاستثمار على ضفتي طريق التنمية هذا الطريق سيكون عنوان لانتقال المواد الأولية من قارة أفريقيا عبر المملكة العربية السعودية إلى طريق التنمية وإمكانية استفادة من هذه المواد في عملية تعزيز الصناعة العراقية حكومة السوداني جادة في موضوع تحويل الاقتصاد العراقي إلى التنويع على طول أكثر من 1200 كيلومتر انطلاقا من الحدود التركية وصولا إلى ميناء الفاو وهو المحطة الأهم في المشروع الآلاف من فرص العمل الناشئة تنتظر صافرة الانطلاق حازم الشرع العراقية الإخبارية بغداد ترجمة نانسي قنقر